الآن مع دقات الساعة السابعة صباحاً يبدأ تنفيذ وسريان الهدنة في قطاع غزة استراحة من الدم والقتل والتدمير بعد أهوال الحرب الاستمرت لحوالي 49 يوم على أمل أن تمتد إلى هدن جديدة وأيضاً إلى وقف إطلاق النار الهدنة بتتضمن وقف كامل لإطلاق النار داخل القطاع وإدخال مئات الشاحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة الأخبار بتقول لنا أن وفقاً للاتفاق حيتم يومياً إدخال حوالي 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وإدخال أربع شاحنات وقود يومياً بالإضافة إلى غاز البوتجاز لكافة مناطق قطاع غزة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات أعلن مبارح أن مصر اتسلمت قائمتين للمحتجزين وللأسرة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واللي حيتم الإفراج عنه من النهاردة في مصدر مصري مسؤول لا أكد لقاهرة الإخبارية أن وفقاً لبنود الهدنة حيتم الإفراج عن 13 محتجز بقطاع غزة من السيدات والأطفال الساعة 4 العصر وفي المقابل حيتم الإفراج عن 39 طفل وسيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلي جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية في التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لوقف نزيف دماء الأبرياء وفتح ممرات أمنة للمدنيين والتخفيف عن أشقائنا في فلسطين اللي عانوا من جرائم وحشية على مدى أكتر من 48 يوم من القتل والحصار المتواصل أعتقد أن الهدنة دي بتعتبر خطوة مهمة يمكن البناء عليها عشان يحصل وقف كامل لإطلاق النار خصوصاً أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن الجهود المصرية مستمرة للوصول لحلول نهائية ومستدامة بتحقق العدالة وبتفرد السلام وبتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع احنا موجودين معاكم مكاملين تخصيتنا لما يحدث في أرض فلسطين المحتلة وبالأخص قطاع غزة موجودين معاكم على مدار الساعة بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر